ورد عن الرسول محمد تخلقوا بأخلاق الله كيف يعني نتخلق بأخلاق الله كيف يعني تكون صادق تكون نقي تكون سليم أخلاق الله الصدق أخلاق الله الحلم أخلاق الله البذل والجود تخلقوا بأخلاق الله إذا تخلق الإنسان بأخلاق الله أصبح مرآة لله أصبح مظهرا لله أصبح خليفة الله في أرض هذا معنى الخلافة أن تتخلق بأخلاق الله أن تكون مظهرا لله التخلق بأخلاق الله يجعلك شخصية رشيدة يجعلك شخصية سليمة يجعلك خاليا من الأمراض النفسية ورد عن الإمام الصادق عليه الشلام إن الرجل منكم إذا كان صادقا في حديثه مؤديا للأمانة ورعا في دينه حسن الخلق مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر الجعفري الصادق الأمين حسن الخلق الورع في الدين قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك وإذا كان على خلاف ذلك قالوا فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه إذن أخلاق الله هي هذه الصفات العظيمة